ونعرف حضراتكم آخر المستجدات وآخرها كان مبارح بالمناسبة مبارح النادي الأهلي أعلن في مؤتمر صحفي كبير عن الراعي الخامس للنادي بحضور الكابتن محمود الخطيب وطبعا كانوا حضرين كل أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي شركة شيل اللي حطرع النادي لمدة أربع سنوات قادمة إن شاء الله طبعا شراكة النادي الأهلي مع كبرى الشركات والرعاة دي حاجة في المنتهى الأهمية وما جاتش من فراغ دي جات نتيجة جهد كبير وعمل كبير من مجلس الإدارة والحقيقة الأهلي دايما بيتجه للشراكة مع كيانات عملاقة لأنه هو نفسه كيان عملاق هو كيان كبير وأكيد مصدر فخر لأي شريك أو لأي راعي إن شعار شركته أو مؤسسته يكون موجود على أي شيء مش بس التشيرت النادي الأهلي على أي شيء بيحمل اسم النادي الأهلي مبارح تم الإعلان عن تفاصيل هذه الرعاية ويأهدأ الكابتن محمود الخطيب درع وعلم وقميص النادي الأهلي لسيدة أمال الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة شيل مصر هو بالمناسبة أنا وكريم كنا موجودين في هذه الاحتفالية اللي بنسعد بيها وفي نفس الوقت الواحد بيتشرف لي لأن أنت لما تيني حاجة أقوله وده هتقرره نفس الكلام اللي قلتم بارح لما أعلنت عن هذا الموضوع يعني لما تيني برضو تقول مين الشراكة بتاعتي مين الناس اللي أنا عامل معهم سبونسرشيب أو غيره لازم أكيد بيكونوا بيليقوا بالمستوى اللي أنا وصله فشيل من كبريات الشركات طبعا ومعروفة عالميا واسم كبير جدا فأكيد أنت بتكلم تاني شراكة كبير مع كبير حاجة كانت مشرفة وحاجة كانت محترمة جدا ونتمنى بإذن الله المزيد من الرعاوة طبعا شيل يعتبر الرعي الخامس تحديدا فلسه قدامنا مشوار طويل لكن بنسعد بيهم عندهم كمان أربع سنوات ماضوا معنا أربع سنوات جديدة فده تجديد على فكرة دي مش أول مرة يعني شيل يكون معنا شيل بقاله معنا كذا سنة فده تجديد للشراكة الناجحة تجديد للشراكة الناجحة بدى شك